وانا مرمي فعارك ويا الغزال ويا الغزال ديريشي حلم عيانا صبري طال وانا البضاد عيني نصبر محال نصبر محال انا يلي غرامك وصلني لهبال الجديد ديالي هو عمل فني كيحمل عنوان صبرية السلوة ومن كلمة فتيح بالباشير وتلحين مهدي العظموي واخراج عبد الحكيم العبيد هو واحد الأغنية كنت اشتغلت عليها تقريبا ما ينايز على عامين ولكن ما جاش لوقت المناسب باش تصدر هذا العمل الحمد لله جات هذا الوقت وقلنا علاش لله كان بعض الأسباب اللي خلونا تعطلنا يعني غادي نقولوهم ولكن الحمد لله رأى الإنسان فاش يكون كيشتغل بوحده بمكلاش يبقى يوقف وخيكونوا عنده ضروف أو عراقيل لهذا كان حاولوا نصدر هذا العمل بالنسبة للكليب الأغنية وهو صورنا في مدينة مراكوش حاولنا كما كان عارفو مدينة مراكوش عندها واحدة في الألوان وبزافة المناطر صورتوا في مدينة مراكوش السيناريو كان هو صراحة واحد اللي حاولت نختار له واحد مثلا كمخريج كيدل واحد لكاستينج واحد بخودوي وفي نفس الوقت كيدليكاسينج الليبنات وكما كان نقولو كيتبهار بواحد الجامعة ديالي واحد اللي فاتت معاه ولكن هو في هذه اللحظة كيسها وكيدخل في واحد القيصة كما كان نقولو مستوحى من أخيها كيعيش الحب وكيف الآخر هو مدينة موسيقى 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 كنت صدرت العملة مقابلة أغنيات العدو الربابية كنت غنيتها باللبنانية وإن شاء الله عندي واحد لأعمال باقي حاصري حاصري قدرنا نغني بالمصري الحال مازال الكلمات كينين ولكن الحال مازال صراحة ما كيش الكلماتك؟ لا كلمات أستاذ مصري كاتب مصري من الأحسن خليه حاصري هو قليك تيصدر العمال بالاسم جالي موسيقى كنت ندير جوج ثلاثة هذا العملة أول مرة كان عندي أسباب يعني كانوا من بنوم هذه العملة صبريت السالة كانوا تعرفوا عني ومتجين بزاف وسمعوا الفكرة أسمعوا ما كي تعجباتهم الأغنية لكن كما كان قولوا شحامل واحد يقولي كان بنيليك القصرف وقرملا وهذه ولكن مجرد وعود قذبة هذا ماشي ضعف مني كفنان شاب ولكن كل واحد يخطروا ونحن لم يمكن لها ونحن نبقى وكنت سنة يعني كنت نقولوا نحن بتاريجا كتعد في اللحم وكتنتج من المال خاص أولا كي يبيه الفنان يعني فاش كتطلع يعني كتحاول ما تفوت كتنت نقولوا حنا الفليب برومو ما كي يخس كتفوت واحد شهور يعني أخس كتنتج الفنان الشاب اللي يخدم واللي كي لقد الحال ارا هو المشكل ديالي هو هذا الانتاج باش يصدر أعمال أعمال هذي هذا هو المشكلة فاش كتلقى فنانا هو ما تبارك الله كل واحد اللي يحصل اللي يسر ليه ارا عنده واحد المدخول آخر او عنده واحد شهور عنده جمهور اللي كي خليك يشتغل ديما في الحفلات المعروفة وبرامج واما الشاب اللي ما زال ما تعطط ليه فرصة هو اللي كي يلقى العراقي وكي يتعطوه وكانت منه واتحنا كم ما كنقوله كل واحد لا انا صراحة ما ما بغيش نكون بهذاك يكون عندي هذاك اللقب انني كلحن وكنكتب يعني كانت تكافى كم ما كنقوله انت تكافى باش نتكنسنترها مع العمل ديالي اما لجتلي فكرة باش اللحن نكتب عراقي نكتبه الرأسي ومصافي إلا كان هذاك شيء مجرد شخصي بالعكس كما قلت لك انا اول مرة بديت بديت بانني كمطرب ماشي كاتب كلمات او ملاحين ولكن هذاك شيء جات تلحين على الجا جا بانني درست الموسيقى ودرست صرفي ودرست جميع وصول الموسيقى والكلمات يعني كي تنقوله احنا اه تنزلك واحد الالهم وكتحاول تتكب شيء حاجة في المستوى اما باش نكون انا بدا ننعيد للفنانة شابب او معروف نقوله مكلا ما نقدرش يعني صعب مغربية مغربية اه مغربية صراحة ما انا 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 في المدارس القديمة نعم نتأثر بهم أما كل واحد ستتميز بالأعمال لأن الأغنية نجحت بفضل الفنان وبفضل الفريق أما بالنسبة لأغنية التمنيد نقولها في الأعمال الشبابي أما بالنسبة لأغنية عبدالحالب أصلاح أن العندالب الناس كنت تتحب بهم أن أنا أغنية العندالب أول مرة كنت عندي 12 عام أغنية عبدالحالب كانت موهبة وأنا كنت أغنية عبدالحالب ويقولوني عندالب صغير لعندالب وعيدتوا للترير الشاب لعندالب وقعتها كالشواهد ولكن كنت أصدر ثاني كليب ديالي تفقدوا واحد الناس المجموعين يشتغلوا معنا قال لك علش ما تترش اسم مخالف الناس كيتسحبوا من العندالب العندالب واحد اللي كان وهو العندالب الأصمر ليس عندنا شي عندالب أخر لهذا اللي يصفقوا وغادي يصفقوا العندالب ماشي ديك انت واختارينا نور زين وهو صراحة هو كما كان عارفوا بينا قوزة الرضوان فنان عالمي اللي درها مقبولة وقد دخل الخطر وقد دخل قلوب الناس وعمل فني تبارك الله عليهم ودخل عمل نجح وان شاء الله كانت تمنى واصوات عاودتني كل مرة تكتشفوا ضروري مشي لك الأصوات المعروفين كل الأصوات يعني صراحة يستعلوا تاو ما يدروا منضيلات عضو الله كاس العالم وفي الأخيرة رأي ذلك شي تبارك الله عليهم وأنا صراحة أنا ماشي ضد ولكن واحد المبدأ عندي أنا يعني كنت نقوله مغرية في الدم الكرة في الدم لا داعي أنا باش حيث الحاجة فاش يكون على زحمة ما بقيش كتبان لوحد واللي يكون الوطنية في القلب وتكون الوطنية والمصداقية ما شي ضروري بل أنا في مواقع التواصل لأنني أرى أنا درت الأغنية يا سيدي أنا حور أنا حور أنا حور لله فهمني أنا شفت وواجبني يا سيدي أنا حور أنا حور أنا حور بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني أحلو ولا مر سلمت أمري فرحني أو يعدبني دابة حب وتعضر وغلبك يفغلبني ودك سعج وبني يا سيدي أنا حور أنا حور أنا حور لله فهمني أنا شفت وواجبني أبو أنجد عليها اشتركوا في القض�� قد من لنتما قطعع قد من تعروف لا ينبق greetings الناكم فهمني أنجد من انه